تأهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت في حال انتخابه مجدداً وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة وأكد نتنياهو أن إعلان ضم منطقة الأغوار سيأتي كخطوة أولى يتبعها إعلان ضم الضفة الغربية بالتزامن مع إعلان الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب عن صفقة القرن التي من المتوقع الإعلان عنها عقب الانتخابات الوشيكة وفي عقب إعلان نتنياهو انتقد تحالف كحولفان هذه التصريحات واعتبرها جزءاً من الحملة الدعائية الانتخابية التي يسعى نتنياهو من خلالها للهروب من الأزمات الداخلية